هلو يا حلوين وحشتوني جدا بوسات كتير 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 ويلا بينا نبتدي اللوك على طول. يلا بينا. اول حاجة يا بناي اتها رطب معيك وبس اتهايبز. انا عارف اني بس اتها اضمن رطب ده كتير جدا بس هو اسهل حاجة واخفه وقلطف حاجة على البشرة عمدة. خفيف جدا فوق ما ده تتصوره وبيتبشرة تتشربه بسرعة جدا وبيدي افاكت كده تراول البشرة حلوة قوي قبل الماكب. هنا بقى اساسي الجلل اخضر بتاع كيريولان لاني النه ده هحط بتاع كيريولان. هو البشرة الجفة ولكن هو من تقلو والبيجمنت بتاعه تقيل جدا فلازم نحط حاجة نتأكد انها من ترتبة كويس جدا من تحت ودخلها في كل الخطوط عشان ما يعملش خطوط. دي يا بنات العجلة السلسية بتاعة كيريولان بيبقى فيها نص فاونديشن ونصين هايلايت وكنتور. انا خدت الفاونديشن لو تلاحظو هو الفاونديشن درجته اغمأ مني درجة او درجتين تقريبا غالبا درجتين. وحتى بدأت احطه واوزعه بالبيوتي بلند كويس. هو الكابر بتاعه عالي جدا فوق ما تتخيلوا. والفنش بتاعه فوق 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 الممتاز. آآ لو في ميكاب ارتست تتفرج عليا هو ده ينفع العرايس كويس جدا. ما فيهوش اي مشكلة والفنش بتاعه تحفة تحفة تحفة. هنا يا بنات ده بتاعه شيك لان جبت منه درجة اسمها فز. بالمناسبة بنات العجلة بتاعة كيريولان درجتها سيء. اوكي? البراجات مهمة جدا زي ما بقول لكم دايما. بدأتها ادمج الكنسيلر بصباعي كده. وزي ما قلت لكم وقبل كده دي احسن طريقة انا بشوفها لدمج الكنسيلر لانها بتديني اكبر تخطية ممكنة وكمان اكتر شكل ممكن. خدت نفس العجلة وخدت منها لون الكنتور وبدأت احطه على العظمة الخد من وراء. طبعا انا ما عنديش العظمة مش باينة بس وشي طويل. فالنهار ده قررت ان انا اسحب الوش شوية على فوق وكمان دفيت الوش من فوق. انا القورة عندي ما فيهاش حاجة محتاجة تتعامل الكنتور. عشان بس ما يبقاش التقليد اعمى ولكن انا بعمل كده لتدف الوش مش اكتر وبدمج فوق جامد بحيث انها ما تبنش. وبعمل كمان الخطين اللي عند اللغد تحته وكمان المناخير زي ما انتم شايفين كده. وطبعا انتم حرين تستخدموا فورش تستخدموا بيوتي بلندر تستخدموا ايديك وزي ما انا بستخدم ما فيش اي مشكلة. وفي ميكوب ارتست كبار جدا في العائلة برا وبيستخدموا ايديهم. استخدموا الطريقة اللي تريحك. هنا جبت البيوتي بلندر وبدأت ان انا ادمج بها الكنتور. بنات ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده وكما نشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل اللوكس الجديدة بنزل فيديو جديد كل يوم والفترة جاية ان شاء الله انجهز لكم فيديوز حلوة قوي. فاستنوها. هنا بدأت ادمج كنتور المناخير بايدين ده بحسه اسهل حاجة. ده بنات اللوز باودر بتاعت اماندا. درجتها زيرو خمسة. درجتها نصفرة كده ورائعة بتدي فلتر للبشرة. وكلمتكم عليها قبل كده كده كزا مرة وقد اي انا بحبها اصلا بفضلها. رغم ان عندي حاجات يعني اعلى منها في الم باودر دي بروح بروح وارجع لها تاني. آآ بعمل بقى بصوا الحركة دي ركزوا فيها كويس قوي لو عاملين كنتور للمناخير وقصدين ان هو يبان حاد وشارب ويطلع بقى في الصور مناخيرك بقى متحددة ورفيعة. اعمل الحركة دي. لازم تخلي الباودر على جناب كده علشان تعملي تحديد الخطين. هنا انا بعمل بس تحت العين عشان هبدأ اشتغل بالميكب لك. بس قبلها نخلص الحواجب خدت من درجة الحواجب اللي شورتلكوا عليها. اول حاجة بصرح شع الحواجب على فوق علشان ابدأ بس يعني افهم رسمة الحاجب عندي محتاجة ايه? وباخد الفرشة بتاتي الحواجب اهم حاجة فرشة الحواجب انها هتكون آآ يابانية تكون ناشفة. ما تكونش فلافي. فلافي دي مش هتديكي الافاكت اللي انت عايزي. تمام كده? هتترسم لك حاجبك كل حاجة بس مش هتديكي احسن. بدأت كده ان انا بارسم زي كده شعرية شعرية بالباودر طبعا هي مش بتبقن شعرية شعرية لكن دي افضل طريقة رسم الحواجب ما بتبقنش انها فيها حاجة غلط. توزيع بيبقى مظبوط. بيبقى رسم كأنه شعر. آآ بصوا بعد ما عملتوا بالشكل ده بزبط بس راس الحاجب كده من قدام. وطبعا هنعيد على اللوك ده كله بالمسكرة الحواجب دي من عند مائد سينما. يا بنات انتم بتسألوني كسير قوي في على مسكرة الحواجب دي في مائد سينما درجتها ايه? انا قلت لكم قبل كده في وفي كذا فيديو ان هم اصلا منزلينها من غير درجات. تمام? هم بينزلون لك كده بتلاقي في العلبة اللي بيبيعوا منها دي الاربع درجات او الخامس درجات بتاعتها وانت بتختاري. لكن الدرجات مش مترقمة ومش متحدد لها اسماء. فانت شوفي في الفيديو الدرجة وهاتي زيها اخد او ركزي في اللون وهاتي زي. هنا بدأت اخلصت الحاجب بالفاودر وكمان مشيت عليه بالمسكرة الحواجب. طبعا ده نقفك تحلو جدا. بصوا بقى الخطوة دي. ركزوا معي كواس جدا. ده تكنيج جديد. تمام? آآ انا بعمله من فترة في الحاجات اللي سموكي بالزيت. بس اكتشفت اكتشفت ان هو يعني برضو فيه فيه ميك اوب ارتست ما مشهور بيشتغل بيه. هنا يا بنات انا جبت كنتور كنتور كريمي بس الكنتور ده في عيب. الكنتور ده في عيب ان هو بينشف بسرعة جدا. تمام? فانا مش محتاجة حاجة كريمي اوي على قد ما انا محتاجة حاجة تكون بتنشف بسرعة. ممكن تستخدمي قلم روج مط لونه بني. ما فيش اي مشكلة. وحطته على كامل العين. الجفن اللي تحته وكمان الجفن السابت اللي فوق. كامل العين وده مكته كويس بايدي كده زي ما انتوا شايفين. خ الحركة دي هي ما ضفت ليش كتير. بس انا كنت بجرى بشوف حدا يعمل ايه. بس ما ضفت ليش حاجة بصراحة. اني ملهاش لازمة. ان انا جبت لون بني وبدأت ادمج الاطراف. لان قريت اللون الكريمي كان مدموج كويس جدا بالايد وما كانش محتاج اي دمج على الاطراف. بس كده يا بنات خدت بقى البالت دي من ام ان. انا ده اللون الاسود الوحيد اللي عندي. خدته من بلت ام ان ولون قوي على فكرة يا بنات اللي في البالت ده لون اسود قوي وكويس جدا. والبيجمين تبت عالي جدا. خدت اللون ده وبدأت افرده بفرشة كده على الجفن المتحرك. تمام? عملته زي نص دايرة كده. بكامل الجفن كله. وبدأت اركزه جامد ومش بحدد. انا مش برسم. انا بس بحط اللون لان احنا بعد كده هندمجه كويس مع الايشادو. زي ما انتم شايفين كده بحط اللون الاسود وجبت فرشة الدنج دي وبدأت ان انا ادمج الاطراف بتاعة اللون الاسود. وخلي بالك في الخطوة دي تخلي ايدك محددة في مكانها. ما تسرحيش بايديك قوي عشان ما تلاقيش جفنك كله بها اسود. تمام? احنا عايزين ندرج ونبدي التدريج الدخاني اللي هو اسم اللوك اصل هو سموكي يعني لوك دخاني. فبيديها درجات. اسود ثم افتح ثم افتح ثم افتح ثم افتح وهكذا. وعن فكرة يا بنات الاسموكي ده مصطلح بيتقال على الوان كتير. مش بس الاسود بالبني. انا ممكن اعمل سموكي ازرق سموكي احمر سموكي اخضر. المهم ان احنا بنبدأ بالغامق ونطلع نفتح 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 وهكذا. اوكي بس كده بدأت اجيب فرش. بجيب فرش طبعا مختلفة. فرش دي كلها من عند شيء. خدت بقى اللون البني وبدأت بس ان انا ارسم به الجزء الخارجي لان انا بعد ما عملت الجزء الاسود. طبعا طلع شوية الفوق اثار الدمج. فببدأ ان انا ازود اللون البني اللي فوق شوية علشان اكد على التدريجة بتاعت الالوين. تمام? كل حاجة طبعا قدام عنيكو دلوقتي الموضوع سهل جدا جدا. اسهل مما تتخيلوا. واللوك ده اصلا بتعمل بسرعة قوي. ومن اشيك اللوكات اللي حوحد بيتفرج عليه دلوقتي عنده اي مناسبة قريبة. اللوك ده هيليق على اي حاجة هتلبسيها حرفيا. ايا كان لون الفستان هيليق. ايا لو لابسها جامسوت هيليق. لو لابسها كاجول هيليق بصوا. لو لابس عباية وشغل خليجي وحركات هيليق. بيليق على اي لوك هتلبسيه في اي مناسبة. رائع رائع رائع. بس طبعا هو حاجة شيك وفاخنة. اكيد مش هتحط في حاجة كاجول ولا شغل ولا خروجة عادية ولا الكلام ده هي عايزة بس خروجة جامدة شوية او مناسبة. هنا خدت البلت دي بتاعت فانوذن من آآ شيك لام وخدت منها اللون بلتر القمر ده. اصلا اللون ده من اول مجالي. وانا آآ اعملت رسواتش وشفت ايه هو البجمنت بتاعه وسقيل وحلوة قوي. بس دي كانت اول مرة استخدمه وبصراحة طليع العين اكتر من يجنن. اكتر من يجنن. زي ما انتم شايفين ب احطه بالسنتر بتاع العين وببدأ اخفف على الجناب. هنا خدت الايلينر ده يا بنات بتسألوني برضو الايلينر ده كتير قوي بتاع ايه? بس انا بقول في الفيديو فاركزوا ارجوكم الايلينر ده بتاع كاريت. آآ عملت مدمع العين وهعمل الايلينر هو مش هيفرق كتير ولكن بس بيديني بيز حلو للرموش. علشان يبقى لك كله داخل في بعضه كده ويعني يبقى بروفاشنال وحلو ومعمول كويس. تمام? الايلينر اللي عملت ده بنات للعين النبطنة. هو مش هتممكن تلاقوه مش باين قوي. بس عمتل لو عايز تريد الايلينر هسيبها لك آآ تحت في صندوق الوصف. دارة تخش تشفيها لوحدها. بصوا اللي هو بعمل الوينج الاخراني وبعمل مسلس بعدين بنزل على طلت العين الاخراني. اكيد واضح عندكم اللوك. بنات ما تنسوش تاني هفكركم بانتو سعملوا لايك للفيديو ده. وتستنووا الفيديوهات الجديدة بنزل فيديو كل يوم. آآ يعني شجعوني بقى عشان بجد في مجهود رهيب بيتعامل في الفيديو الزي حقيقي والله. وان شاء الله هنزل لكم فيديو كده قريب استقر بس. آآ في خبر حلوة قوي 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 هفرح كتير قوي منكم وكتير قوي طلبتوه مني. وانا يعني آآ قررت خلاص آآ بس يعني هعمل لكم فيديو مخصوص الموضوع ده يا بنات مسكارة لوريال وبدأت ان انا اعمل بيها الرموش بس بديها سواد عشان تشلي الرموش الصناعية يعني تبقى بيسكية تحتها. بصوا بقى شكل الرموش دي من عند شي جلام وهاخد نفس الجلوب بتاعهم الاسود من عند شي جلام وروحت لزقت الرموش. قف كاميرا عشان بيبقى صعبة قوي بصراحة قدام الكاميرا. ورجعت. هنا يا بنات ده الايلينر آآ الكحل بتاع ام ان. الحركة دي بتديكي آآ يعني منتظم قوي وحلو قوي. عملتو كده وفتحتو من الجنب وبعدين خدت لون بني وبتقت ان انا قدمج قدمج الكحل بيه. فاهميني انا مش بدمج تحتو انا بدمج الكحل نفسه بيه. علشان يديني تمويها كده حلوة تحت العين. هتشوفو دلوقتي شكلها قد ايه بتحدد العين جامد جدا وبتديها لك نظيف قوي. طبعا ممكن تعمل الحركة دي بالايشادو الواحد وتسحبوه وبعدين تنظفوه بس هي اسهل بكتب نستعمليها بالكحل وبعدين تضيفي عليه الالوان اللي هتمويه بيها. زي ما انتو شايفين كده بدأت احط اللون البني. هنا يا بنات آآ بعمل العين التانية هو نفس الطريقة برضو بالكحل وبدأت ان انا افتحها من الاخر وبعدين همويها بلومبوني. هنا يا بنات ده الكحل البيج بتاع ريمال. تمام مشهور قوي معروف والبيجمند بتاعه تقيل مجرد لمسة منه بتديك اللوك البيج اللي انت عايزاه فتحت بيه العين اكتر في الحتة الفاضية اللي انا اصدقى افتحها من جوة بالكحل. رسمتها بالكحل البيج. طبعا قدامكم اوبشن انت تحطوا جوة كحل اسود عادي. بس انا ما حبيتش اقفل لوك اوي واقفل عينين قوي كده فاعمين? بس عادي ممكن تعملي كده في مش مشكلة ممكن نبقى نعمله في لوكتين. هنا دي نفس المسكرة بتاعت لوريالو. بدأت ان انا حطها على الرموش السفلية بتبقى حلو اقف الرموش السفلية. بس تعليد عليكم تاني الكلام. المسكرة دي بتسيح من الهقوة. وتخرج في مكان حرق او كده تفادي المسكرة دي خالص. هنا يا بلان دي بلت البلاشر بتاعت ام ان خدتها. البلاشر في البلت دي فيه شوية هايلايت فهتلاحظوا انه انا بحط فيه فيه سنة لامعة كده. بس هي لايقى مع اللوك وحلوة قوي بصراحة. بدأت ان انا احط البلاشر برفعه على فوق. وطبعا زودت شوية كالعيد عشان على ما بخلص اللوك اللوك البلاشر بيبقى روح. هنا يا بنات دا البرونزر بتاعك على تريسيم سانجلو. البرونزر دا رائع. مات. وبيدي بصوا 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 الافكتب بتاعه. رهيب رهيب. بيديك يبقى تشيك بونز كده حاجة كده جاندة. حلوة قوي قوي هيعجبكو يعني لو جربتوه كمان سعره حلوة قوي تقريبا يعني على ما اتذكر كنت جباب سبعين. حاجة كده. بدأت برضو احدة بالمنخير بعد الكنتور. ويالجابها وكل اماكن حدت فيها الكنتور الكريم. هنا بنادى محدد الشفايف بتاع ام ان. درجة غمقى. اللي كان قدامي درجة مبيتي فمش مشكلة درجة ايه هو كده كده انت بتحطي روش فوقيها فبيختفي بس بيعمل لك زي الشادو من تحت كده. انه فيه بني بقى الطف بس اللي كان تحت ايدي وقتها واشتغلت بيه على طبيع. حددت الشفايف بالطريقة دي دايما بنوسع من فوقه من تحت بس مناش ضعه بالجنب خالص عشان من بوص شكل الشفايف الفاكت ده الحركة اللي ما عملنها دي هتكبرتك شفايفك من غير ما تباني انها فيك. تمام? وهتنفخارك. بعد كده خدت روش اللون ده بصراحة يا بنات هو يعني كان عليه اسم ورقم كل حاجة وتمسحت رقم اني جايبها جديد ما عرفش ازاي. آآ كنت جيبها من عند تونتون برضو فده مش آآ حاجة صيني برضو. وده عملت بيه شفايف بالشكل ده بس حسيت بصوا هقولكم حاجة. انا كده خلصت اللوك. تمام? فضل هايلايتر بس معاكم. بس هقولك في الاخ ده هايلايتر افرق. حطيته في اماكن الهايلايت عادي. بدأت ان هنا حطه في كل الوش. على الجبهة. وعلى الخد كمان. اللوك ده محتاج هايلايتر على الوش ضروري. بس كده بنات كده طبعا كنت خلص الهايلايتر. طبعا الهايلايتر بينقل اللوك نقلة تانية طبعا اكيد اكيد بس ما انقطروش عشان ما يعملكيش شكل سيء. هنا حطيت الهايلايتر في مدمع العين بالشكل ده. طبعا الحركة دي حلوة جدا انه بتدي كده اناره على العين ولوك رائع يعني بصراحة. خدت نفس البلت ونفس الجليتر اللي انا حطه فوق العين خدت منه حطة صغيرة وحطيته كده تحت العين تحت الشادو المدموج ده. الحركة دي يا بنات بتوديك في حتة تالتة مش تانية بتوديك في حتة تالتة. وهنا كنت خلصت اللوك بصراحة وكان عاجبني وكل حاجة. بس بعد ما قفلت الفيديو آآ في حد معايا في البيت قال لي آآ غماء الروش شوية وليه في الطرحة لفة تانية. فسمعت كلامه بس ما صورتش طبعا كنت خلص اصلا قفلت الفيديو. بس عملت التغييرات دي ورجعت صورتلكو بس فيها الفيديو زي كده. فبصراحة بعد ما غيرت الطرحة وبعد ما غمأت الروش شوية حاسيته احلى بكتير. وبس بناية ده كان الفيديو. يا رب يكونوا اللوك عجبكم. قول لي رأيكم تحت في الكومنتات. اللوك ده عمل جدا بيليق على كل حاجة حرفيا. عايز اقول لكم لو عروسة هيليق لو سواري طبعا هيليق هاي سواري. كل حاجة هتبقى فيه حلوة. اشوفكم الفيديو الجاي. اشتركوا في القناة.